السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد والنهاردة هنتكلم عن احداث ونقاط مهمة في النقد وبعض النظريات وبعض الامور اللي صعب شرحها او كان صعب شرحها في المراجعة بخصوص فيلم Avengers Endgame الحلقة دي مش هيبقى فيها ايدتس فهيبقى فيها عبل كتير وانتون متعودين على المنظر ده في المناقشات بتاعة Game of Thrones معلش مش هيبقى فيها فيجول هيلب رغم انه ممكن يكون حيساعد في بعض النقط ان انا وريكم صورة حدق صدو او كلام زي ده ممكن يكون على خفيف قوي يعني بس يعني الحاجة دي بتاخد وقت بصراحة والحلقة دي هتبقى طويلة جدا مش عايزة اقول لكم انا حطت قدامي ملاحظات مفيش سكريبت في ملاحظات قدامي تقريبا خمسة واربعين سطر فانا لو قعدت في كل سطر اتكلم دقيقتين مسلا معلش يعني فضوا نفسكم بتتفرغوا طبعا الوقت هيبقى انا معرفش هيطلع كام يطلع ازاي ما يطلع اول حاجة الحلقة دي حلقة حنتكلم فيها بحرية جمدة جدا للحرق فتحذير بالحرق اللي ما شافش الفيلم عاوز يعرف رأيي فيه يتفرج على المراجعة ويبقى يرجع للحلقة دي لما يشوفه لان احنا حنحرق جامد المراجعة ما فيهاش اي حرق على الاطلاق تاني نقطة عاوز اتكلم فيها عاوز اشكر صديقي محمد عاطف علشان الحاجة بتاعت دي لقيتها في مكتبه وبصراحة فاستولت عليها وضربت عليها اسبوعين يعني فاقل حاجة عاملها ان انا اقول له شكرا عاطف يا ريت كلكم في التعليقات اقول له شكرا عاطف النقطة اللي بعد كده ارساء القواعد للحلقة دي علشان الناس تعرف تتوقع ايه ما تقعدش فترة طويلة قوي اللي هي زمن الفيديو وفي الاخر ما تلاقيش اللي هي عايزة انا مش ححكي احداث الفيلم دي مش حلقات الحرق بتاعتنا حلقات الحرق بتاعتنا عادة بتكون في الافلام اللي ليها معاني اخرى فبطرح فاهمي لها او اللي فيها نظريات معقدة شوية وانا لي طريقة فاهمي لها فبتكلم فيها بشوية تفاصيل لكن مش حنحكي الاحداث حنجاوب على عدد كبير من الاسئلة اللي على بال الناس خصوصا عدد من الاسئلة سألتها على تويتر قبل ما ابتدي الحلقة دي على طول قلت يا جماعة اللي عنده سؤال مهم فالاسئلة اللي اجمعت عليها الناس خدتها كده وحنجاوبها في اخر الحلقة ان شاء الله لكن ما عنديش اجابات لكل الاسئلة اللي في الدنيا ان شاء الله حنعمل لايف على فيسبوك قرب نهاية الاسبوع مش قادر قرار انهيهم بس عشان تبقى الناس شافت الحلقة دي وعرفت رأيي بالتفاصيل وشافت الفيلم كمان فناخد ونيت دي بقى اسألوني اسئلة واجاوبكم نقعد لايف ساعة ساعة ونص ما فيش اي مشكلة في الدنيا الحلقة دي حتركز على تلات محاور كل محور فيهم طويل بس هما في النهاية تلات محاور المحور الاول شرح الريفيو بتاعتي يعني انا الحلقة المراجعة اللي انا عملتها كان فيها بعض النقاط انا عارف وانا بقولها انها مبهمة شويتين فانا فقطت منها معرفش عشرة خمستاشر نقطة كده عشان اوضح لكم لما قلت كذا كان قصدي ايه او لما قلت حاجة معينة كان ايه الاسباب اللي خلتني اقول كده النقطة اللي بعد كده احنا في حلقة المراجعة بتاعت السنة اللي فاتت وحلقة الحرق بتاعت السنة اللي فاتت بتاعت انفينيتي وور والحلقة اللي عملتها لتلخيص احداث مارفل عالم مارفل السينمائي اللي هي الحلقة بتاعت كوكاكولا والكلام ده كله طرحنا عدد كبير جدا من الاسئلة فعاوز دلوقتي بعد ما شفت الفيلم اجاوبكم على الاسئلة دي هنقول ايه هي الاسئلة اللي قلناها وايه هي الاجابات اللي عليها ودي برضو حلقات كلها هحط لكم لينك لها في الدسكريبشن حلقة المراجعة بتاعت انجيم حلقة المراجعة بتاعت الحرق بتاعت انفينيتي وور حلقة الحرق بتاعت انفينيتي وور وحلقة ملخص الامسي يو بتاعت كوكاكولا اللي احنا عملناها وفي الاخر خالص حتت بقى النظريات دي عاوز اطرح لكم فهمي للنظرية الكبرى اللي بتودير الفيلم واللي اثرت اكبر جدل على الاطلاق بالاضافة لبعض الاسئلة زي ما بقول كده جمعتها من التعليقات ومن تويتر ومن الكلام ده كله علشان نجواب عليها سريعا فخلونا على طول ننط جوه الاحداث نقطة اتكلمت عنها في المحور الاول هو محور بتاع المراجعة بتاعتي نقطة اتكلمت عنها قلت ان الفيلم ده في كل حاجة تمنيناها واكتر انا لما اتكلمت في النقطة دي بالتحديد كنت بقوشير لنقاط التحافظ او التحديات اللي انا حطيتها للفيلم فكرة لما اتكلمت عن السنة اللي فاتت في حلقة الحرق قلت بشكل واضح الفيلم مع اول حد تبخر او اي حد مات او اي حد تلاشى او التعبرات دي كلها كان ابتدأ البناء يتقطع جامد وبعدين لما شفنا ان الموضوع ده شامع العدد كبير من الشخصيات الدنيا هديت شوية لان بقى فيه تأكد من ساعتها وما اعتقدش ان هو كان انجاز مني يعني ان الناس دي راجع تاني بس السؤال كان هنرجع لحد فين القواعد اللي انت هتقولها هترجع كل اللي راحوا من بداية الفيلم ولا في زمن معين في نقطة معينة في حدث معين وبناء عليه الدنيا نقدر نقول عليها دراميا وقفة على حلها ما هيش عبيطة يعني من الاخر طبعا اللي حصل القاعدة كانت جامدة جدا قوية جدا الرجوع كان بشكل مفهوم ممكن تحجمه فبناء عليه بعد ما حصل على طول بديئة او دقيقتين واحنا قاعدين في السنة معرفنا كويس جدا مين راجع ومين مش راجع واللي راجع راجع ازاي وراجع منين وحيرجع امتى وكل حاجة انت عايزة في الدنيا كانت واضحة جدا ومنطقية جدا الفيلم كان فيه كل الامور اللي احنا اتكلمنا عنها او عارفين انها موجودة في علام مورفل السينمائي الكوميديا موجودة تقطيع القلب موجود اللحظات الملحمية الكبرى موجودة اللحظات المثيرة للجدل موجودة اللحظات الرومانسية ما بين التونقيات الكتير اللي موجودة عندنا موجودة كل حاجة كانت موجودة واكتر كل حاجة كنا خايفين منها اتقلبت لحاجة ايجابية وفي ساعتها في المراجعة اللي طول حطيت لكم سورة كابتن مارفل لان كابتن مارفل شخصية بقدرات خارقة استثنائية معادية الدنيا تقدر تعتبر عليه كارت اوبيد على رأي اسامة ابني قالك مشكلة كابتن مارفل انها اوبيد يعني فصح هي واحدة تروح كبى الميزان الناحية التانية تماما ولكن الفيلم لعب على الموقتة دي بشكل واضح جدا لما شرحوا في البداية في واحد من الاجتماعات اللي كانت مع بلاك ويدو انا اللي انتم حضراتكم فاكرين ان العالم كله بيدور ويلف حوالينه وده حصل في كل حتة في الكون وهي عندها مسئولية تجاهه فلو هي كانت موجودة عندنا في الفيلم ده لمدة سبع تمن دقايق مثلا فهي كانت موجودة في كل الافلام اللي ضرت في كل العوالم تقريبا بنفس القدر وعوالم اخرى بها ما كانش عندها لسوبر هيروز ولا بتاعه وهي اللي كانت بتتدخل وبتحاول تشوف حلول للمشكلة وطريقة تأقلم مع الوضع وكلام زي كده فبناء عليه تدخلها معنا ما كانش كتير لانه ما ينفعش والفيلم ارسل قاع بداية بشكل واضح جدا وبشكل ملائم جدا وانا عاوز اتكلم على النقطة دي وحتلقوني بكررها كتير في الحلقة دي فكرة ارساء القواعد وانتوا عارفين الناس اللي امتبع فيلم جامد قدي ايه انا بموت في الموضوع ده انك لو هتشتح بالخيال وبالابتكار وبهرش المخ على رأي الناس اللي ما تحبش الكلام ده والحاجات دي كلها لازم تحط لها شوية قواعد ما ينفعش تبقى فيلم مفتوحة على طول عالم مارفل اخطأ كتير قبل كده ومش حنكر في انه في بعض الاحيان طرح بعض القدرات وبعض الاحداث من غير ما يحط لها قواعد واضحة فبقى نعينا عليه ما بقيتش محكومة لكن الفيلم ده بالتحديد لا فيه شغل كويس جدا اتعامل في نقطة ارساء القواعد بالتحديد وحتلقونا منتكرر فيه وحنا بنتكلم قلت ان الفيلم انتقل ما بين اكثر النقاط او اكثر المشاهد هزلا في كل افلام مارفل السينمائي مش هزار يعني لأكثر اللحظات اظلاما او او جدية على المستوى الدرامي اكثر اللحظات هزلا بكل تأكيد في رأي الشخصية كرش لوك كرش تور سوري يا خبر يا حوس يا جماعة ثور كان عمل افلام قصيرة مع تايكا وتيتي قبل ثور راجنا راك كان فيها كمية هزل وضحك وبتاع ان هو اه لما الافنجرس هلاقوله فرح صاحب واحد وعيش معاه في البيت وكلام زي ده علي النعمة ده كان جد شوية عن الموضوع بتاع كرش وده ومع ذلك انا مقدرش اقول ان هو انها درجة هزل دايقتني او حسستني حسستني ان احنا برا الموضوع لانها مدموجة بشكل جيد جدا مع الاحداث اللي طرقت على شخصية تور وعشان كده يعني ذكرت كريس همسورت بالتحديد وده موضوع برضو هنتكلم فيه احنا في القسم ده ونتناقش فيه شوية علشان تعرفوا ليه تصميم شخصية شخصية تور في رأيه الشخصية رائع جدا وليه تكسيد كريس همسورت عظيم فكرة الكرش بتاعه ان هو ان هو يطلع واحد تخين وسكران ومعمول وانه يفضل كده لنهاية الفيلم مش اللي هو بعد كده دخل الجهاز السحري وبتاعه معرفش مين واصلا ان ده يحصل على الشخصية دي بالتحديد لانه في اول فيلمين انا شخصيا كنت اتفقعت منه انا في اول فيلم ما كنتش طاق ثور ده يا جماعة في ثور الاولاني ما كنتش طاقه وحس ان هو واحد نزل علينا بالبرشوت بالحافية ثور التاني ابتديت استزرافه بس لسه كانت عندي مشكلة انك لازم تطلعه وهو سدره عريان الحاجات دي كلها فانك تلعب على كل وبعد كده في انفينيتي وور لما كان غيران منه والباقيين كلهم عاديين يشكر في جسمه وفي جماله وفي روعته والكلام ده كله فان ده كله يطلع بناء لانك في الاخر حتنكل بي التنكيلة دي لأ انا كيفت شغل على مية بيضة انبسطت جدا يعني وكل حاجة تلعب عليها بقى بالموضوع ده كله يعني لقطته في اسجارد لما كان واقف مستني الهامر يخربت الدحك يخربت الدحك ويخربت روعة اداء كريس همسورت الحركي في المشهد ده وفي مشاهد تانية كتير اا اكثر اللحظات اظلاما احنا عندنا اتنين ماتوا بجد بقى بحق ربنا مش زي المرات اللي فاتت انا بقول لك مشكلتي مع ان انا كنت عارف ان في رجوع ومش عارف لحد امتى فمش قادر اتقرر انا حزعل على مين يعني انا مكنتش متأكد ان جامورة راحت فوريفر مكنتش متأكد ان لوكي راح للابد مكنتش متأكد ان هايم ده اللي راح مش عارف ان انت القاعدة اللي هترجعهم على اساس عاملة ازاي وبناء عليه مين عايش ومين ميت ده كان تساؤل مهمة عندي آآ المرات دي لا المرات دي بعد ما فهمت القاعدة عرفت مين بيموت في انهي اطار وده معنا ان هو مش راجع تاني فبلاك ويدو لا حزننا آآ ايرنان لا اتقطعنا يعني اتقطعنا اتقطعنا وحشرح لكم ازاي ده في نقطة تانية مين يعرف انها جاية فحاجلها سينا يعني قلت ان الفيلم ده عبارة عن تلات افلام مدموجة في فيلم واحد وقلت حاجة شبه كده على انفينيتي وور كعيب في الفيلم يعني لما كلمت على انفينيتي وور قلت ان هو افلام كتيرة مدموجة في بعض وان كل فيلم فيهم كان ممكن يتعمل فيلم الواحد وده كان رائي بصراحة لان كل مغامرة في مواجهة امام ثانوس لعدد من افراد الفريق كان فيها درجات درامية انا بتكلم على انفينيتي وور دلوقتي كان فيها احداث ودرجات درامية تسمح فعلا بفيلم منفصل واتقل المواجهة دا بدل ما تخليها مواجهة سريعة طياري وحاجات زي كده الفيلم ده فيه تلات مراحل تلاتة اكتس اعتقد سهل جدا اي حد يعرفهم الاكت الاولاني هو زي ما بنقول برضو ارساء القعدة بتاعت فيلمنا ده بيدور عن ايه فيلمنا ده بيقول ان اللي حصل حصل ان الفرصة الوحيدة هي اعادة استخدام الستونز علشان نقنده اللي ثانوس عمله بس اللحزة دي بس مش كل حاجة في الدنيا وراح فاصل الجروب بتاعنا الكنين يعني لمجموعتين مجموعة فيها فردين ومجموعة فيها الباقي كله تقريبا المجموعة الاولى المجموعة المتفاقلة مش متفاقلة قد ما هي ما عندهاش استعداد تقبل ان الراح ده راح خلاص للابد ولازم يرجعوا تاني وبيحاولوا يشتغلوا بيحاولوا يلاقيوا حلول ولما فشلوا في انهم يلاقوا حلول ركزوا اكتر في ان الحياة لازم تستمروا بيشتغلوا كجروب مع بعض وكلام ده كله المجموعة التانية فيها ايرن مان وفيها ثور دول اللي حملوا نفسهم مسئولية اللي حصلوا وقراروا انهم عاوزين يستمروا على جنب وكانت درجة اليأس عندهم مرتفعة جدا ومعندهمش استعداد يرجعوا للكلام في الموضوع ده تاني عشان كده حتى في المراجعة قلت ان لما ظهرت فرصة انهم يعملوا حاجة مش كل الناس درجة استجابتهم كانت زي بعض وعندنا في النص هوكاي لانه كان ابتدأ يعني خد الغضب بتاعه ده في سكة مختلفة عنهم كلهم شويتين ولكن مقدرش احسبه مع الشخصيات اللي فقدت الامل انه بمجرد لما بلاك ويدو قالت له ان في فرصة ان احنا نعمل حاجة رجع على طول واشتغل ورجل كان داير وما كانش عنده مشكلة ده الفيلم الاولاني الفيلم التاني مغامرات الرجوع في الزمن التلاتة اربعة اماكن اللي احنا رحناهم بكل اللي حصل فيهم ودي كانت مواجهات اغلبها خفيفة ودمها خفيفة يعني بتتنطط ما بين الكوميديا والمغامرة واللحظات العاطفية القوية زي اللحظة كابتن امريكا لما لقى نفسه في المكتب بتاع كارتر بتاع حبيبته ولما ايرنمان قبل ابوه والحاجات دي كلها كانت جميلة جدا وكانت رائعة جدا وكلام زي كده وفي الاخر قلبت جد جد مش مأساوية يعني بغاية لما الفصل ده خلص ما دخلناش في احداث مأساوية لان بعد كده حصلت جلتشاية بتاعت نيبلة وبنعم عليها انطلقت الفصل التالت اللي انا برضو شايف انك لو كنت عاوز يعني انت لو عاوز تعمل فيلم اولاني عن بتاعت احداث انفينيتي ور وبعدين فصل تاني عن مغامرات استعادة فصل تاني يتعمل فيلم تاني في مغامرات استعادة بتخلص بتاعت نيبلة وبعدين ازاي الجلتشاية دي بيتم استخدامها علشان تانوس يجي يضمره وبعد كده نوصل في الاخر للحرب لو عاوز تعمل ده في تلات افلام يتعملوا ما يبقوش افلام مملة ولكن انا استحملت ده في الفيلم ده او بالعكس كمان انا قلت على حاجة شبيهة في انفينيتيور ليه؟ لسبب واحد الحقيقة لان الفصل التاني بالتحديد احداثه انا عارفها بالفعل فما كانش ينفع فعلا انت قعدني فيها اطول من اللازم والفصل الاول في رأيي خد وقته والفصل التاني خد وقته الفصل التالت سوري خد وقته الفصل التاني انا عارفه لانه كله تايم ترافل فحاجات انا شفتها قبل كده فبصراحة انك كنت تعملي فيلم منفصل الجديد اللي عندك فيه بعض المشاهد على مشاهد موجودة عندك بالفعل او شوية منهم صورتهم كمان زي ما احنا عارفين بصراحة هتبقى حركة عائفة شوية فبناء عليها عشان انا عارف اللي حصل في الفصل التاني استحملت انه هو يتم اطلقه بسرعة يعني احنا ننتهي منه بسرعة كان زريف ولطيف وايجابي وكل حاجة في الدنيا بس خلصنا منه بسرعة لانه ما فيهوش حاجة كتير تتعمل الفصل التالت خد وقته تماما وكان فاست بيست سريع كله اكشن كله ضرب كله لحظات ملحمية فصل الاولاني كان بطيء وهادي ناس كتير ذمت في البطء ده انا بشكر فيه جدا وشايف ان هو كان ايجابي وكان في محله فده ده تفسيري لنظرية التلت افلام اللي انا اتكلمت عليها بعد كده اتكلمت عن عيوب الفيلم الفيلم في عيوب في عيوب كتير انا فرقت على الفيلم مرتين تاني مرة لما شفته لقط عيوب اكتر واكتر كمان ولكن برجع اتكلم عن نفس النظرية اللي قلتها في حلقتين مراجعة كل الافلام التجارية يا جماعة فيها عيوب مفيش فيلم تجاري في الدنيا بسم الله ما شاء الله البلوت بتاعته ما فيهاش الغلطة يعني وانت لو قعت تتلكك لاجبع فيلم في keh signification طالما فيلم تجاري طالما فيلم ده بقى مش فيلم تجاري وبس بقى ده فيلم تجاري واكشن وخيال علمي وخيال فوق العلمي وخيال خيالي وخيال خيال 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 خيالي وكل انا ات عايزة في الدنياentreني اتكلم انجليزي يا اخوانا في اي بس يعني فانك تقعد بقى تمسك في الغلطات بتاعت طب هم ليه ما عملوش معرفش مين عشان ما كانش عندهم وقت اي حد حيقولي اي سؤال من نوعية طب هو ازاي فلان الفلاني ما عملش حقولك عشان مارفل ما عندهش وقت لان بمنتهى البساطة يقدر جدا بأسهل ما يمكن يكتب لك سطرين على بق واحدة من الشخصيات او يحط لك مشهد في النص عشان يبرر لك اللي انت عاوزه ده مش محتاجة فيلم يعني بصراحة طالما هو فتح الاطار لحاجة زي كده لكن داخل قواعدك لما يكون عندك مشاكل هي دي لانا توقف عندها شوية لانك في لحظات معينة انت بتضخمها وبتقول للمشاهد انا خادم ده كويس لانه مهم وحيفرق جدا فلما الاقي صغرف ده لازم اقف عندها فعلا معرفش ان انا قطخطها غير كده لا ما تبقاش عامل زي الناس اللي بتقول الدم اللي على البنطلون بتاعي جمنين يعني ده رأيي الشخصي ده اللي بيخليني اقول اللي بقوله لو انت مشاهد وشايف عكس كده وبتقيم افلامك كلها بناء على ذلك يا باشا حقك تماما انا مقدرش اعترض على ده ولا اقول انه في مشكلة الدنيا كلها قراء يعني بس لما حد يجي يقول لي ليه ليه كابتن مارفل ما خلصتش الموضوع ده كله والله هو الحقيقة شرحها كمان وقال لك يا مش فاضية وبتعامل الكون كله وبتاع معرفش مين ليه معرفش مين معدوش وقت يديلك مشاهد ليه معرفش ايه عشان معدوش وقت يديلك مشاهد ليه ما قالوش ان فولكري كان معاها نص الاسجارديانز ونجت من المجزرة بتاعت ثانوس وعملوا مستعمرة لوحدهم اسما نيو اسجارد والفيلم ده كله عشان عندهمش وقت عشان انت ممكن تفهم ده لوحدك يعني ممكن نتخطاه نجري مش حاجة مهمة قوي نحنا نتوقف عندها نتوقف عندها ليه الا انا وقفت عنده بقى كعيوب ان اماكن نيبلة من اول فصل التاني لاخر الفيلم كانت ملأمة اكتر من اللازم نيبلة دايما الشخص الصح في المكان الصح عشان تعمل الجليتشاية الصح عشان يحصل التحول المهم اش معنى نيبلة على الكوكب ده مع وور ماشين مع دون شيدل ليه ما كانتش مع هوكاي مثلا ليه هوكاي وبلاك ويدو في المكان ده علشان الصراع ما بينهم بيبقى عاطفي اكتر من اللازم والتضحية ما تبقاش بسيطة وتبقى لحظة كبيرة وكلام زي ده وعشان نموت واحد منهم فدي دي اللي انا بقول عليها قرارات ملأمة اكتر من اللازم ليه المركبة بتاعت ثانوس لما جات في الفصل الثالث وبتالت الهجوم بتاعها كان فيها جامورة ونيبلة ونيبلة كانت بتاخد وتدي يعني انت كثانوس ازاي تسابوهم مع بعض ازاي فتحت الدنيا للموضوع ده انتش عارف انهم لما يكلموا مع بعض ده خطر عليك لانها دي كانت نقطة التحول ليه لما نيبلة خدت الجونتلت من هوكاي وكانت ماشية في لحظة كانت نيبلة التانية وجامورة قدامه مش عارف ملأمة اكتر من اللازم ودي النقطة اللي بقول انت انت ركزت في انك تخدمها كويس وتديها مشاهد كتير فلما لاقي فيها حاجة مدايقاني وممكن نطلع غلطان طبعا وحلاقي في التعليقات ناس جاية بترد عليها في النقطة دي فرج ايما يا جماعة عادي خالص يعني مش بس هو ده الاثار تحفوضي شويتين ونقطة تانية كتير بقى في النص يعني ثانوس بالكلمة انجليزية يا اخوان يعني بلاش بلاش نزودها اكتر من اللازم كلمت على ان انا في السينما وفي العرض راحنا كلنا نتفرج عليه ولازم اشكور في العرض راحنا كلنا نتفرج عليه نتفرجت في العرض الاول للفيلم في مصر في بوينت ناينتي يوم التلاتة الساعة تسعة كجزء من الحدث بتاع كوكاكولا لاطلاق الفيلم كنت مع زوم وكان معاي بلاس وان في خط ابني المارفل جيك المارفل فان بوي محمد ورحنا اتفرجنا على الفيلم انا ما بحبش الافنتات دي يا جماعة بمنتهى الامانة يعني اي ايفنت في الدنيا من اللي هي بتبقى نسبة التنطيد فيها ودرجة الارنانة انتو مش متخلين بتبقى عاملة زي كامل الاحترام لكل السادة الزوملة يعني بس بيبقى فيه درجة يا ربي عشان كده انا اول لما فتحه الباب دخلت عدت جوا السينما قابلت اتنين تلاتة حبايبي يوسف عثمان حبيبي وراجل زوء جدا وعادنا نتكلم مع بعض وراغينا احمد كمال طهرفت عليه فرحمت جدا ان انبساطت وعدت الكلام معاه وكلام زي ده وبتاع بس انا الافنتات دي بتخنقني وعادة ان بهرب منها يعني لما بقدر بس المرة دي كان انجيم فما فيش هزار يعني بس لما الفيلم اشتغل انا كله بقول المقدمة ده ادت لسبب يعني بس لما الفيلم اشتغل لأ انا كنت محظوظ وعرفت الحظ ده اكتر لما دخلت السكرينينج التاني التاني مرة شفت الفيلم كان يوم خمس سا عشر صبح بوينت نينتي برضو حفلة تجرية عدية بقى كان فيها كل الناس اللي في الدنيا الحفلة اللي انا شفت فيها الفيلم كان فيها جيكس كتير اللي هي بقات الانفلونسورز كان فيها مارفل فان بويس كتير كان فيها ناس كتير شافت كل الافلام اللي فاتت فكنا بنامبليفاي اللحظات دي مع بعض عشان كده كانت تجربة فريدة جدا رغم ان احنا شفنا الفيلم مش 3D حتى احنا شفنا 2D انتش متخيلين يعني وكان فيه زي مخبر كده واقف النص كل ما حد يطلع موبايله ويروح بصص جاي بصص له في الموبايل كده عشان اتاكده انو بيصورش حاجة ده بجد والله مش بهزر في الحفلة التانية بقى 3D والكوميرشال والبوبكورن قوي والكوكاكولا قوي والبيبسي قوي والدرينكات والشوكولاتات والكلام ده وبتاع ومحدش بيزق معاك اللحظة احنا في السكرينينج الاولاني بتاع يوم الثلاث بتاع الانفلونسورز ده يا جماعة دحك دحك العياط عياط لحظة موت توني ستار كان فيه ناس بتاعيط بصوت سبعة تمانية في السينما بيصحوا بصوت منهم اتنين عارفهم ومش هفضحهم يعني بصوت مش العياط عارفين لما اني بقى عديم عايزين نكتم العياط وبعد انتو بروح مطلع الصوت ممكن يتفهموا انه صوته استنكاري بس الحقيقة انت بتاعيط لا مش ده انا باتكلم على العياط اللي بجد بقى اللي هو انزام حد من عيل تجر له حاجة يعني عياط عياط من القلب جامد ايه دحك دحك جامد ودحك فاهم الريفرنس كويس لحظة لباوسكي داية يوم التلاتة السينما انفجرت فيها من الدحك يوم الخميس حاش فيم حاجة كان عاعد وراي في السينما راجل ومعا اولاد واول ما ظهرت كابتن مارفل بيقول له اشرح لي خصائصها ايه دخل اشتري عربية طريت اقول لهم يا جماعة بعد ازنكم بطلوا كلام فاااا اكتر لحظة دحكنا فيها من قلبنا لما ثور ظهر بالكرش بتاعه بكل تأكيد اكتر لحظة سقفنا فيها من قلبنا لما كابتن امريكا مسك الهامر وحنشرح الموضوع ده ليس الحلقة مطولة عاديد واكتر لحظة عياطنا فيها توني ستارك طبعا لما مات توني ستارك زي ما بقول لكم من الناس كانت بتعيط بصوت كان فيه فيه حزن في القاعة اتشحب بالسواد يعني ما كانش فيه زار في اللقات دي بالتحديد اتكلمت على اني نفسي الناس الاول هو ان توني ستارك مش بالضرورة عاوز يغير حاجة لانه اخيرا بقى في وضع في حياته افضل مما كان عليه عايزين نركز في النقطة دي لانها حتوصلنا لثور بطريقة قوية جدا جماعة بشكل عام مش اكمنه فيلم خيالي مش اكمنه فيلم مبني على كوميك بوكس مع كامل احترام من الكوميك بوكس بصير بالكلام على البرسيبشن بتاع بعض الناس مش اكمنه فيلم فانتسي مش اكمنه فيلم فيه ابطال خارقين خواهم غير محدودة وكلام زي ده مش منه فيلم فيه ناس بتطير يبقى فيلم سطحي وعبيت ده مش فيلم سطحي وعبيت بكل تأكيد ولا فيه اي فيلم سطحي وعبيت في اللي بتحاول تعمله مارفل واللي بتحاول تعمله دي سي سواء في بعض الاحيان توفقه ام لم يوفقه يعني بس هما ما بيعملوش حاجات عبيضة هما بيحاولوا يعملو حاجة تقيلة شوية فالتقل الدرامي اللي موجود في الفصل الاول هو ان توني ستارك لولا سبايدرمان لولا توم هولا سوري مش توم هولان لولا بيتر بيركر مش بالضرورة عاوز يغير حاجة ده اخيرا حياته بقت افضل اخيرا اتجاوز بيبر واخيرا عنده بدنوتة صغيرة واخيرا عايش حياة مستقرة وهادية وجميلة وظريفة وبيعمل ابحث وبيعمل حاجاته ليه اصلا يوافق على ان احنا نعمل اي حاجة عشان بيتر بيركر عشان الولد الصغير وده حمل درامي قوي جدا ليه تور وقع في براثن الهزار والهيافة وقاعد يلعب فورتنايت مع كورج وميك وعمال يشرب وتخن ومش مهتم بحاجة ولا عاوز يحكم ولا عاوز اتناير بتاهم ما عارفش مين عشان عليه حمل نفسي كبير جدا لانه شايف ان هو مسؤول بشكل مباشر يعني الراجل شايف انا بقواية دي كلها بقدراتي دي كلها ما قدرتش امنع اللي حصل ده فانا انا فيلر انا فشل وده الموضوع تم تأكيده وبعد كده ففي تحميل درامي قوي في الفصل الاول بالتحديد اتمنى ان حضراتكم تكونوا شفتوه لاحظتوه واتمنى ان بعد ما شرحته يبقى فيه ناس موافقة معايا ايه هي التحولات والالتواءات اللي في الفصل التاني الجليتش بتاعت نيبلة انا اسف لو في مرة غلطت وقلت جامورة انا عادة ما بعمل كده بقول اسماء ناس مكان ناس وحاجات زي كان الجليتشاية بتاعت نيبلة لانك كنت متصور وكمان فشل فشل كابتن سوري فشل انت مان وتوني ستارك في ان هما يجيبوا التساركت من اول محاولة عشان كده اضطروا ان هما كابتن امريكا وايرن مان يروحوا الابعد من كده ويجيبوا الستون فما هياش ما كانش فصل ايه مشي كما هو مخطط ليه ودي عادة دراميا لما بيبقى اي حاجة في الدنيا بتمشي كما هو مخطط لها انا بتدايق ودي كانت مشكلة الكبرى مع اوشنز ايت بس كل موضوع ده على جنب يا في لخبطة في مواقف غلط حصلت لازم تتعامل معاها مفيش ولا مؤمة منهم مش يتصح من اول مرة كلهم قابلوا بعض المعاوقات لاسباب كويسة قدت لبعض التنشانة قدت لبعض الترقب قدت لبعض الاثارة وقدت لكثير من الكوميديا في نفس الوقت والبعض اللحظات زي ما بقولكم الدفية الجميلة العاطفية ما بين الشخصيات اللي بيقابلوا بعض واخيرا بيعملوا خدوا بالكم الكاركتر ارك القص بتاع شخصية ايرن مان عظيم بتاع توني ستارك عظيم الرجل كان عنده كمية تعقيدات كتيرة جدا في حياته بسبب ابو وبسبب عدم قدرته على انه يدي للعلاقة اللي هو للعلاقة اللي مع البنت اللي هو بيحبها الوقت والاهتمام الكافي والكلام ده كله والكاركتر في الاخر والشخصية في الاخر ما 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 تيتش غير بعد ما ارك بتاعها اكتمل غير بعد ما كل الامور ده تتحلت وبلحظات جميلة وبلحظات ما تحسش انها مقحمة ده موضوع عجبني جدا ودي نقطة ونقطة التوقات والتغيرات اللي في الفصل التاني بالتحديد وانا انتقل ليه انا شكرت بالتحديد في اداء كريس همسورث ليه انا طالع من الفيلم ده منبهر بشكل استثنائي بشخصية طور رغم اني بقى اؤكد كمان مرة الكل قدى ما فيش حد ما خدش وبجد حتى انت مان في بداية الفيلم خالص لما كان بيدور على بنته لما كان خايف من انه يشوف اسمها وبعدين شاف اسمه هو شخصيا الراجل قدى بور رات قدى اسمه ايه ده وور ماشين اللي هو لما كان بيبلغ بلاك ويدو باللي بيعمله هو كاي قدى بلاك ويدو والحمل النفسي اللي عليها واعترفها بالفضل بتاع العالم ده عليها وعشان كده مش قادرة تسيبه وتروح تكمل حياتها في ناحية تانية فيها اداء فيها تكسيد جاي جدا الكل اشتغل محدش ما اشتغلش بس ليه كريس همسورت بالتحديد طبعا توني ستارك روبرد دوني جونيور فوق مستوى الكلام ده كله كممثل اصلا فتح كلامي عشان اللقطة بتاعته مع امه مش عشان ما السلع حلو بس عشان هي وضحت حاجة انا تبينتها وانا بتفرج وما كنتش واخد بالي منها قبل كده ان كل احداث افلام عالم مورفل السينمائي ممكن تكون ضافت بعض الاعباء النفسية وبعض الضغوط وبعض المشاكل على بعض الشخصيات ولكن لما تيجي تحطها في ميزان الايجابيات والسلبيات بالنسبة لكل شخصية هتلاقي ايجابياتها اكتر من سلبياتها بدليل موضوع بلاك ويدو اللي بتكلم عليه ده هي مش قادرة تسيب الحياة دي لان الحياة دي ديتها كل حاجة هي كانت مفتقدها قبل كده نفس الموضوع توني ستارك نسبة جارة السلاح وبقى فيلانتروبست وبقى سوبرهيرو وبقى شخصية شعبية والكلام ده كله ايا كان الاحمال اللي جات عليه من الموضوع ده قيس على كده كل الشخصيات بلا استثناء معادة ثور ثور الوحيد اللي حياته بقت اسوأ مما كانت عليه عشان كده امه قالت له انت المستقبل المستقبل نكل بيك انت المستقبل شخيك انا مش عايز اقول الكلمة اللي اصعب من كده شوي حتى في الافلام اللي قبل كده اللي كان بتوعامل بكوميديا فقد عينه فقد مطرقته فقد اخوه فقد صديقه فقد شلت اصحابه فقد كوكابه هام مع شعبه اضطر ان هو يواجه اخطاءه في ان هو يتسبب في موت كتيرين جدا مرتين رغم ان هو شخصية ما عملش حاجة غلط يعني فالشخصية دي شافت الويل فعلا وفي الاخر ان الموضوع ده يعامل بان هو ساب كل حاجة واتجه للشرب والاكل والكرش والحاجات دي ومع ذلك يفضل كريس همسورت عنده القدرة انه في كل مشهد من دول يديلك الحمل النفسي بشكل واضح عشان كده بقول عليه ممثل مميز عشان كده بقوله هو افضل اداء في الفيلم كل اللحظات دي في بدايتها هو كان بيديك حمل نفسي بتحسه انا كمشاهد حسيب بيه وبعدين بقرار اخراجي وبقدرته كممثل يقلب ده اللحظة كوميديية على طول لو ده مش اداء متميز انا معرفش ايه هو الاداء المتميز يا جماعة الاداء المتميز مش احتفى وسريخ وخلاص يعني الموضوع فيه اكتر من كده بكتير انه لما يديلك لحظات تقيلة تحس بيها ولما يقلبها كوميديا تضحك نعم رجل برافو بصراحة رجل عظيم يعني يا ربي ربي بس حد يتعلم منه مع الوضع في الاعتبار ان كريس همسورث من البداية ما كانش ممثل كويس في طور الاولاني ما كانش ممثل كويس هو كان بس التكوين الجثماني المزبوط والشكل الامور وخلصنا على كده الرجل ده اتطور كتير من جوا السلسلة وبرها ورانا افلام كويسة تؤكد على الاستخلاص ده ولو اني قال الان من منم بلاك اللي هما بيعملوه ده واتمش حاسس انهو هيكون اعظم حاجة في الدنيا اتكلمنا على المؤثرات حاجات كتير قوي حصلت كان ممكن مناخد شبلنا من كمية الجودة في المؤثرات البصرية اللي حصلت وبالتحديد في المواجهة الاخيرة وبالتحديد بقى عبر الفيلم كله التقنية الجديدة اللي انا كنت بتكلم عليه بتاعت الناس اللي صغروا سنهم في بعض المشاهد ما فيهم مايكل دوجلس بالكلام ده كله الحوار ده حيقلب جنان يا جماعة بعد كده الممثلين حيمثله من غير ما يضطروا ويتواجدوا يعني انا ممكن انا ممكن اعمل فيلم النهاردة من بطولة كيرك دوجلس مسلا ومعرفش وخمسة ستة من اللي مات ومسلا وهو مش موجودين خالص واسدق ان هم امثلوه يعني الموضوع قرى بيوصل للجنان لهرش المخ اللي بجد بقى اخر حاجة خالص في المراجعة بتاعتي عاوز اتطرق لها مع وصول حلقاتنا للدقيقة تمانية وعشرين يا خضر يا حويز ده احنا لسه فيه فصلين كاملين هنتكلم فيهم ماشي ماشي وحعملهم كلهم حلقة واحدة لان دي نيتي من الاول فمش هقايرها يعني احنا عندنا مشكلة في الفوكس يا ولاد لا الفوكس تمام اعتقد اشتر اوي وفي مشكلة مش مهم اديكم سمعين الصوت يعني المقارنة مع ايجو فالترون مفيش اي مقارنة مع ايجو فالترون عشان نكون واضحين يعني بس عشان قلت تسعة ونصف عارف كويس قوي ان التعليقات حتيجي تقول لك يعني ده زي وينفرتي ورقة اللي منهم والهدز والهدز الغريبة دي الفيلمين بفصلهم باغلب الحاجة اللي حصلت فيهم مختلفة ولكن في نقاط مشتركة اللي منها هي تنوع الفصول بتاعة الفيلم ما هواش فصل واحد مطول لما تيجي تحاول تقول ده يتفصل لافلام يتفصل لاكتر من فيلم طب لما ده ماكفي فيلم واحد طالع حلو ولا وحش طالع حلو ده المشترك بين الفيلمين ان في كوميديا تصل لأقصى درجات الهزل اللي في الدنيا زي ما حصل في ايج اوف التران لما كانوا بيجربوا يشيلوا التليفون تليفون تليفون بس نسيت عملوا بلين مود انا اسف لما جمع يتنافسوا انهم يشيلوا الهامر وفي جدية وظلام ان كويك سيلفر يموت عندنا نفس الكونترست موجود في الفيلم ده بالتضاد بتاع المقطتين باللي حصل ما بينهم فده اللي بيخلي اقول فيه نقاط تشابه ما بين الفيلمين يمكن تكون دي اللي ساهمت في ان هم ياخدوا تقييم مماثل ولكن جوه الاحداث جوه الغرض جوه التون جوه الاطاع جوه كل حاجة فيلمين مختلفين تماما بس ده عشان اغطي النقطة دي ننتقل بعد كده للاسئلة اللي احنا قلنا ان الفيلم دوت مطالب بانه يجاوبها وازاي يجاوبها اجدته كانت ايه وهل كانت اجابة جيدة ولا لأ اول سؤال هتعملها ازاي ده اللي احنا كلنا كنا قاعدين مبرقين لي انت حتاندو اللي حصل ازاي هتعرف ترسي قواعد ولا لأ هتعملها بشكل مردي ولا لأ هنقول ان هو كان فيه تلكيك اكتر من اللازم ولا لأ فيه تلكيك فيه شوية تلكيك مش هنقول لا انت ما انخرج ازاي بفار هعديها عشان حبيت النتيج نرجع تاني اللي انا قلتو في المراجعة حاجات كتير قوي عدتها عشان حبيت النتيج القواعد بتاع ان المهمة الاساسية هي استعادة الستون مش الصفر في الزمن علشان نرجع لنقطة ما حصلتش قبل كده ده مش بس جيد جدا ودراميا خلى الاحداث مبنية على بعضها بشكل كويس لا هو الحقيقة اول مرة نشوفها احنا شوفنا افلام تايم ترافل كتير جدا والفيلم نفسه تعامل معها ورغة فيها كتير قوي ما حدش عمل اللي هو عمله ده واللي هو عمله ده هنشرحه في النقطة التالتة يعني ازاي فصل الغرض من الصفر في الزمن ليه دي مش حاجة لعبة في ايدينا هنعرف نكررها مليون مرة زي ما احنا عاوزين وليه دي مش هتقدر ترجع لنا كل حاجة راحة دي هترجع لنا حاجة من لحظة واحدة بس ده مهم جدا وشايف ان الفيلم تعمل معها بشكل كويس والشخصيات اللي كانت المفروض تكمل كملت باغراض كويسة ملائمة اكتر من اللازم آه جامورة رجعت لنا تاني ازاي بشكل ملائمة اكتر من اللازم زي ما قلنا كانت تبقى على المركبة دي وبتقابل نيبلة جديدة وتتكلم معاها وتعرف وتصدقها بسرعة والحوار ده كل اللي اتعمل افضل بكتير مما كنت اتوقعت سيناريوهات كتيرة جدا وكل سيناريو توقعته كان عندي عليه تحفظات اللي حصل ده اقل حاجة كانت ممكن تحصل تطلع من عندي بدرجة تحفظات قليلة ومش كبيرة سوبر داب يا معلم سوبر داب يا رايس قلتلكم وبعيدا عن اللي في ناس وعد بيها طلع يا جماعة عمال ييكوب بسبويلرز وانش واخد باله عشان كده ما بيدلوش سكريبتات بيدلو سكريبتات متعلم عليها بالليسود عشان ما يعرفش ايلا حيحصل لعب كل حاجة وجزء مهم جدا في قواعد وحنرجع له في النقطة التالتة زي ما اتكلمنا هل صفر في الزمن لعب دور مهم لعب دور مهم هل كان محدود بان هو حيرجعك لنقطة معينة لا الحقيقة هو ممكن يرجعك لأي نقطة هل بناء عليه تقدر تغير اي حاجة في الدنيا لا ما تقدرش يتغير كل حاجة في الدنيا في الواقع القبر تتقدرش يتغير اي حاجة في الدنيا جايت جدا عظيم شغل علامية بيضة انا انبسطت منه جدا يعني مستقبل الشخصيات او لا قبل ما تكلم في مستقبل الشخصيات الثانوس كانت نقطة مهمة جدا ثانوس هيعمل ايه بخصوص الكلام ده كله حيوف يتفرج ثانوس في التريلرز تواجده كان شبه معدوم فهل بناء عليه هو ملوش وجود انا من الناس بصراحة بالطريقة اللي ثانوس خلص بها في الفصل الاول من الفيلم لما ثور طير رقبته بتاعه قلت معقول هو كده خلص يعني خلاص ملوش دور تاني ولكن يطلع ان الفصل الثالث بطولة مشتركة انا قلت ان من اول والاخر من بطولة ثانوس الجزء الفصل الثالث بيشارك في بطولة ثانوس وموقفه بيحصل فيه تقلبات مقبولة جدا وجيدة جدا مع الوضع في الاعتبار ان الفيلم ده برضو اشار في واحدة من المشاهد او في عدد من المشاهد ان يمكن اللي الثانوس عمله ما كانش غلط لما كابتن امريكا رحل وبلاك ويدو قال انا شفته حوت لما الصفن بقت اقل الدنيا بقت انضف الحياة بقت اجمل فمعرفش مين برضو يعني بنشير لان الرجل ده فلسفته فيها جزء من الوجاهة ولو انت في درجة الغضب الكافي ممكن تشوف ان ايه وجيه بنسبة مية في المية ان اللي عمله ثانوس ده هو اللي ادى الى ان توني ستارك يوصل للحياة اللي هو طول عمره كان نفسه يعيشها ان الدنيا تبقى جميلة وبتاع ما عرفش مين فهو ما اعتردش على الفلسفة ولكن تمسك بالفكرة الانسانية بان ده مش قرارنا دي مش حاجة يقدر نعملها في ثانية والناس اللي خسروا والناس اللي بيحبوهم دول ما هواش موضوع سهل عليهم ومش مفروض ان احنا نتعمل بشكل بسيط نورجع بعد كده او نوصل بعد كده للنقطة مهمة انا كنت اتكلمت فيها في حلقة الملخص المارفل سينيماتيك يونيفورس بتاعة الخطط بتاعة المرحلة الرابعة الفيلم ده في نهايته رغم ان احنا كنا قاعدين متضايقين او يعملين نسح من عينينا علشان توني ستارك ولكن مهم ان احنا نشير للبذور اللي اتزارعت علشان تعمل افلام كتير جدا في المرحلة الرابعة او في في شكل المسلسلات زي ما هم قالوا ان هم ناويين يعملوا توقعي من زمان ثور انضم الجارديانز اوف دا جالكسي وبعديها على طول مهمة جارديانز اوف دا جالكسي القادمة هي انهم يلاقوا جامورة رغم ان فيها علامة استفهام هل لما توني ستارك عمل الجونتلت اللي هو اخترعه ده وتمنى ان اللي عمله ثانوس ان اللي راحوا من ثانوس يرجعوا تاني وان هو يقضي على الجيش بتاعه بدلهم جامورة اتحسبت ايه يعني انا مش من انصار انها تحسبت من الجيش بتاعه لانها كانت خلص يعني غيرت اتجاهها وغيرت ولقها والكلام ده كله والمفروض انها توعامل على النظام الجديد وكلام زي ده فبقى نقل عليه تعالوا نكمل نعتبر ان ده وقع ونكمل على اساسه كان بيحاطط صورتها كان بيدور عليها عاوز يعرف هي راحت فين ومنطق انها متبقاش معاهم لانها ما كانش لسه انضمت لهم دي جامورة جديدة بقى عشان كده بقولك التصميم بتاعها جيد وبيخدم اغراض كتير فهو مهمته الرئيسات دلوقتي ان هو يدور عليها وانه يلاقيها كلام نظيف ثور بقى معاهم في صراع باور في صراع سلطة جميل جدا جيمس جان رجع لجارديونز افتا جالكسي كلام اجمل واجمل كل ده كلام حلو وحنحصد نتائجه ان شاء الله في المرحلة الرابعة واتمنى بقى ان خلاص انا كده فشيت غلي في كرش ثور يرجع بقى خلاص انا ما عنديش مال ان هو يرجع تاني سيكسي باكس وحاجات زي كده سام بقى كابتن امريكا مش عارف لو مبسوط ولا لأ بس اللحظة دي كمانة لعبت كويس لان لغاية اخر لحظة هم رايحين لكابتن امريكا وهو رجل كبير كان باكي بورنز وكان سام مع بعض وفي الاخر باكي بورنز هو اللي قال لسام روح انت فلو انت قاعد لو انت من الناس بتقول كوميك بوكس انت لغاية اخر لحظة قاعد تشوفه وما حينشوا مع اني نسخة مين اللي حيبقى كابتن امريكا اللي جاي حيبقى باكي بورنز ولا سام سام هو اللي حيبقى كابتن امريكا سام طول عمره وافي جدا لكابتن امريكا هيعملوا بيه ايه انا مش عارف هل انتوني ماكي عنده الستار باور ان هو يشيل الكاركتر في افلام مستقلة في المرحلة الرابعة علامة استفهام يريد تقولولي رأيكم في التعليقات على النقطة دي الهامر بتعطور بعيدا عن كابتن امريكا كابتن امريكا شالها ازاي حنتكلم عليها دلوقتي بس في المشهد بتاع كابتن امريكا وهو بيرجع في الزمن عشان يرجع الستونز في مكانها الطبيعي مش بس بيين لك انه كان معاه الهامر ده عمل عليها يعني هو فيه شاط داي اوي كان على الهامر بس وده تأكيد على انها هتلعب دور مهم يعني ما هيش خلاص مدام ورهالك بالوضوح ده ودي قاعدة ناخد بدنا منها يا جماعة مدام فيه مشهد ظهر ما بيخدمش غرض في الحدث اللي انت تتفرج عليه يبقى ليه هدف مستقبلي تعالوا اتفق على ده فلما يبقى فيه شاط دايق جدا على الهامر على الميولنير وكابتن امريكا راجع بيها يبقى حيتعمل بيها حاجة بعد كده هل انها تتجاب لانه لان ما رجع رجع من غيرها مش شفناهاش هتتجاب فيه مغامرة في الماضي ليه علاقة بالموضوع على ما تستفهم برضو لو عندكم نظريات في الموضوع دوات المستقبل شخصية ايرن مان في الجنازة يا جماعة في الاخر وهم راجعين بالكاميرا الوراء لغاية لما وصل لنيك فيوري قبل نيك فيوري بمحطتين تقريبا كان فيه ولد صغير واقف كده شاب لطيف الشاب ده هو هارلي كينر ده الولد الصغير من ايرن مان تري ممكن يكون ظهر دلوقتي علشان يفكرنا انه هو كان صاحبه وحبيبه وبتاع معرفش مين ماشي بس ده ما بيخدمش غرض نرجع للقاعدة اله ما بيخدمش غرض يبقى وراء هدف الهدف ممكن يكون انه هو ده مستقبل ايرن مان ليه؟ لان عشان نفتكر في نهاية ايرن مان تري توني ستارك تبرع له بمعمل والولد كان عنده رغبة في الحاجات دي اصلا والولد احنا عارفين خلفية شخصيته دي تبنت بالفعل ده ولد يتيم ابوه سابه ومشي بيهتم بنفسه عنده مشكلة بوليز بيحب التكنولوجي ساعد ايرن مان وعلى ما يبدو فضله على اتصال بعد كده بعيدا عن احداث الافلام فده ممكن يتبني عليه انه هو شخصيا يبقى ايرن مان القادم جايز وارد بزرة كمان اتزارعت اهي نتيجتها ممكن تكون ايه الله واعلم لو عندكو نظريات سعر مبيع في الكومنت مستقبل فيلم بلاك ويدو فيه فيلم لبلاك ويدو يا جماعة فيه لان فيه مؤلف وفيه مخرجة وفيه ايه بتاع وفيه كلام زي ده فهل معناه ان بلاك ويدو هتبقى حاجة في الماضي بريكل فيلم في الاحداث اللي قابل كده بشوية ولا فيه حاجة مختلفة بالنسبة لها لان حسب الاحداث خلاص بلاك ويدو ماتت ومش راجعة يا اما يا اما ايه ما عنديش فكرة بس فيه فيلم لبلاك ويدو كله على ما تستفهام في الوقت الحالي ايه كمان بلاك بانتر والنظرية بتاع الكيل مونجر انا كنت قلت في حلقة الملخص باتل الام سي يو ان انا عندي نظرية ان الكيل مونجر لسه عيش وده بسبب مشهد في افنجرز انفينيتي وور لما كانوا بيستعدوا للحرب في واكاندا وكان بلاك بانتر مع الجنرال بتاعته اوكوية تقريبا اسمها وكانت بتقوله بيتفقوا مع بعض حيجيبوا مين او هيستعينوا بمين علشان يحارب فقالتلو الجباري فقال لها اهل جباري علشان عندهم هما بيحبوا الحرب الجامدة يعني عايزين يشاركوا فيها الجباري يحبوا الحرب الكويسة والرجل بتاعهم اللي هو جراند غوريلا نسيت اسمه ما علينا فقالتلو وبصت لحد بنظرة احتقار فقال لها ده اللي انت تكلمي عليه ده بتاعب من الحرب ولكن الويت والف او استرح استرح لفترة اطول من اللي لازم ده في رأيي معناه ان فيه شخصية في النص ما قالوش هي مين ده ممكن يكون اللي هو دانيل كالويا اللي هو بتاع الحدود قابلت الحبدود لان احنا عارفين انه هو ما متش فممكن يستعيدوا بيبقالوا دور في المستقبل ولا لا الله اعلم وممكن يكون كلمنجر ممكن يكون كلمنجر انقذوه موجود في زجن موجود في بتاع وبيشتغلوا عليه علشان يستفادوا منه بعد كده وارد ظهر في الفيلم ما فيه اي ريفرنس لي لا في انت جيم ما فيه اي ريفرنس ما فيه اي اشارة ما فيه اي دليل علا انه هو مفيد من عدمه ولكن في مستقبل احداث بلاك بانتر وارد جدا ان احنا نشوف له حاجة مفيدة نظرية عندي ممكن تطلع صح ممكن تطلع غلط طلعت صح بانا جامد جدا طلعت غلط ياري تنسوها ما نتكلمش فيها تاني عادي خلاص اخر حاجة لوكي وده حيقضنا للنقطة التالتة بتاعت نظرية الصفر في الزمن داخل الاحبات والموضوع ده كله ولكن خلونا نتوقف الاول هل لوكي عايش لا لوكي مش عايش حسب ما انا فاهم ودي نقطة انا بختلف فيها مع نظريات كتير يعني بس انا شايف ان هو مش عايش هو بس عنده خط موازي حنشرحه بالوقتي ممكن يتم استكماله فيه مسلسل وده اللي احنا فاهمين وان لوكي ليه مسلسلات حتتعامل في الديزني بلاس سيرفز ديت ولا اللي معارش اسمها ايه وممكن يتعمل بيها افلان تانية لو هم حابوا ان هم يلاقلوا غرض في فيلم في المستقبل الوارد يتعمل حاجة بالطريقة دي بس هل هو معناك كده ان هو عايش لا انا مش شايف ان هو عايش تعالوا ننتقل بقى للنقطة التالتة والاخيرة وهي نقطة طويلة برضه مش قسيرة مع وصول الفيديو بتاعنا للدقيقة واحد واربعين تقريبا هاي انا معلش وهي ايه اللي حصل زمنيا ايه اللي حصل ايه القاعدة العلمية اللي تبنت عليها الامور دي القاعدة العلمية يا جماعة في الفيلم كله تم ارساقها في مشهدين فقط لا غير ملهمش تالت المشهد الاول لما كانوا قاعدين في المشهد اللي جمع هالك ونيبيولا وانت مان ووور ماشين ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هالك قال لهم ان السفر في الزمن من خلال الكوانتم ريلم بالطريقة اللي انتم عملتوها داية ما ينفعش لو سفرت في الزمن فالماضي بتاعك بقى مستقبلك والحاضر بتاعك بقى مضيك وبناء عليه احنا ماشيين في خط مستقيم الخط دا مش هيتغير اللي حصل فيه حصل خلاص ما ينفعش يتشطد عليه ما ينفعش يتغير ينفع تعديل فيه في المستقبل بانك تعمل حاجة ترجع حد راح بس اللي راح راح فعلا الناس اللي راح ادات لما رجعته فيه خمس سنين واقعوا من عمرهم فعلا على مستوى الاحداث ولكن هم ما كبروش فيهم هي من لخبطة شوية بس تعالوا نفعامها عشان كده برضو فيه تساؤلات على موضوع بيتر باركر هو رجع السنة ويتاني ومدرسته كلها زي ما هي لا مدرسته كلها مش زي ما هي لو فيه ناس قعدوا خمس سنين فهم قعدوا خمس سنين علشان ما كانش فيه تعليم تعالوا نقول كده يعني أو ان الناس كتير قوي راحوا في الخطوة بتاع الثانوس في الترقوع بتاع الثانوس ودلوقت يرجعوا فلسع برضو في نفس المرحلة وحا يستمروا يكملوا فيه وبنوضح ان صاحبوا واحد منهم يعني فدي نقطة ان ما فيش حاجة سماها حاجة حصلت بنمحيها او بنلغيها او بنعدل فيها التايم لاين تايم لاين مستمر على طول فيه مشاهة تانية مهم جدا بقى وهو ان رغم ان التايم لاين واحد ولكن الرياليتيز ممكن تبقى متعددة الواقع ممكن يبقى فيه منه صور كتير من منظور صاحبه من منظور الشخص بتاعه لكن التايم لاين بتاع الاحداث بتاع الايفنت اللي بيحصل على كل الناس واحد وممتد وده تم توضيحه في المشاهد التاني اللي كان ما بين الاولد وان وما بين بروس بانر لما كان بتشرح له وقالت له ان الازمة ممكن تحصل لو في واحدة من التايم لاينز لو في واحدة من الازمنة واحد من الانفينيتي ستونز ما بقاش موجود ده اللي ممكن يخلق ديفييشن ده اللي ممكن يخلق واقع موازي نعاني من عواقبه كلنا عشان كده كان ضروري لما تعمل التايم هايست بتاعتك وتروح تسرق الستونز وتشتغل بيها تعمل بيها غرض معين انها بعد كده ترجع لمكانها تاني لان التايم لاين ماينفعش يبقى فيه مرحلة معينة فيها ستون مش موجود وهو ده اللي هم عملوه هم سرقوا ستة ستونز تلاتة منهم كانوا في تايم لاين واحد والبقائين اللاخبوط ده اللي انتوا عارفينه ده اللي انت تلاتة كانوا في نيويورك في نفس اللحظة وبتاع واحد منهم طلعت تسرقت قدم شوية وكلام زي ده ففيه فجوات فيه اوقات زمنية الستون المعين ده ما بقاش موجود فيها عشان كده كان لازم يرجع تاني بس احنا ما بنلعبش في الزمن رايحين جايين ليه ماينفعش يتعامل كتير قوي لانه بتعامل بالبين بورتيكلز وبيتعامل من خلال خطوتين مش خطوة واحدة انت اولا بتتقلص بتخش الكونتوم ريلم وبعدين بتطلع في مرحلة معينة والبين بورتيكلز دايت ما هيش برميل يعني عملين نغرف منه ونشتغل فدي القواعد لما هم رجعوا غيروا اغيروا في حاجات اتغيرت قبلوا ناس ما كانش المفروض يقبلوهم اتكلموا مع ناس ما كانش المفروض يتكلموا معهم في مواجهات اتعاملت هل معناها انه هيحصل الاثر بتاع الفراشة او البترفلاي افكت اللي احنا بنقول عليه ان لو انت رجعت في الزمن الى اقصى درجة وفي فراشة سكيبت على فليبتاية معينة فده بيغير مجرى التاريخ كله لا في عالم احداث انت جيم في عالم احداث مارفل في القواعد اللي هم ارسوها وبيشتغلوا على اساسها ما فيش بوترفلاي افكت ولكن في واقع موازي زي الواقع الموازي اللي بيقابل لوكي دلوقتي لوكي هرب من نيويورك بعد احداث افنجرز هل ده اثر على التايم لاين لا ما اثرش ازاي بنعرف لانه كان لسه مسجون في اسجارد لما ركت وطور رحوا اسجارد وده مشهد برضو مشهد ما بيخدمش غرض معين ولكن بيخدم هدف انه يأكد لك ان التايم لاين ما تغيرش ولكن الشخصية دي بقى عندها واقع موازي هل لما كابتن امريكا في النهاية سافر في الزمن وراح قابل بيجي وعاش معها والكلام ده كله غير مجرى تاريخها لا مجرى تاريخها فضل ماشي زي ما هو هو اللي بقى عنده واقع موازي عايش فيه الواقع الموازي ده وتتقابل امتى لما رجع كبر وبقابلهم تاني كابتن امريكا لسه بيقع في المحيط لسه بيتجمد لسه بيصحى لسه بيخد المغامرات دي كلها وبعدين بييجي بعد احداث انت جيم يسافر للماضي يعيش حياته ويقابلهم تاني كراجل عجوز ده التايم لاين بتاعه معنى كده ان الفترة من الزمن كان فيه اتنين كابتن امريكا في نفس الوقت هل الحرب الفايت اللي كانت ما بين الاتنين كابتن امريكا كان ماشي هتكون علشان بس الظروف بتاعه هو كانتكون جدا طبعا يعني وفيه كوميديا وفيه اكشن وفيه لينز وفيه كل حاجة في الدنيا التعاوزة ولكن في نفس الوقت هو بيخدم غرض لازم نفهمه ان في قواعد الصفر في الزمن بتاعت انت جيم ينفع يبقى فيه شخصيتين مع بعض في نفس الوقت واكتر كمان لو انت عاوز مش متأكد من اكتر دي المهم الكلام ده فيه قواعد كتير يعني فيه مقالات كتير كلمت عنه وحاجات كتير اتفربت عليها لعشان بس اعرف اسدفه جوامخي انا شخصيا احلى واحدة فيهم على الاطلاق كانت موجودة على بوليجون هحطى لكم اللينك بتاعها في الدسكريبشن وان كنت انا شخصيا مش موافق على كل حاجة فيها انا انا اللي شرحته لكم ده شوية يعني فيه شوية حاجات انا لا انا مش مقتنع بده انا مقتنع بان ده اللي حصل بالنسبة له بس هي دي الصورة في النهاية الصفر في الزمن ما كانش عشان نعد الاحداث ده كان عشان نسرق الانفينيتي ستونز يتحطى في جونتلت حد يعمل الترقوع يقرر في الترقوع ده ان الناس اللي راحت في الترقوع بتاعتاني استرجع تاني لان هم عمليا ما ماتوش دول اتمسحوا ما ماتوش ما فيش حدث في التايم لاين بيقول ان دول ماتوا دول اختفوا تلاشوا بس وان في العائد بتاع او ان المقابل ده الجيش بتاع تانوس هو اللي يا تلاشة اتمنى ان ده يكون موضح الدنيا شوية وطبعا مليان مشاكل يا جماعة احنا مش جايين في فيلم واحد صغير من مشهدين بس نحل التايم ترافل بارادوكس يعني مش هنعرف اكيد هيفضل في اسئلة من بتاعت الدم على البطلون بتاعي جيز ازاي ومعندناش لها اجابة احنا بنتكلم داخل اطار القواعد اللي هم ارسوها واشتغلوا على اساسها فده اللي انا فاهمه ممكن يكون غلط ممكن يكون في تفصيلة واقعت مني ممكن يكون في سؤال وجيه سقط مني بس ده اللي فهمتوك لو عارف يجاوب على شوية حاجات عندكم يا باك الترخير الدنيا بابونا انا عليه زي ما قلنا فيه وقائع موازية الوقع الموازي ده ممكن يتعمل عليه افلام بعد كده مغامرات كابتن امريكا التاني من سنة اربعين ولا من سنة خمسة واربعين ده يتعمل عليه فيلم الواحده هروب لوكي ده ممكن يتعمل عليه فيلم الواحده ده اللي عندي في النقطة دا الاسئلة بقى العبارة للناس كتير اتكلمت عنها ازاي كابتن امريكا قدر يمسك الهامر بتاعت ثور لان ووردي هنتفقنا على ان القاعدة الاساسية انك تكون شخصيا ديفا الشخصيا من زي ان الاخلاق والقيم عندك يتفوق على اي شيء في الكون كابتن امريكا كاد ان هو يشيل الهامر فيلم اولتران بس ما شلهاش للاخر فيه ناس بتقولك بمزاجه وهو وطور كانوا عارفين ان هو يقدر يشيلها لو عايز فيه ناس تانية بتقول انه يمكن يكون كان ناقص الثقة بس ان هو يحط حياته على المحكة وبناء علينا تأكد من ان هو ووردي المهم ان ده حصل ازاي هالك وايرن مان قدروا يتعاملوا مع الستونز هالك لانه هالك لانه مصموع من اشاعة جاما ولانه بقدرات قوية توضاهي ثانوس زي ما بان في بداية انفينيتي وور واحنا عارفين ان ثانوس قدر ان هو يشيل الستونز وقدر ان هو يتعامل مع الفلكاية من خلال الجونتلت اثرت بس على انها كادت انها تقتله وعملت العملته في دراعه ولكنه ما ماتش ايرن مان مات ايرن مان الحجارة قدت عليه لو اصدوكم الهاندلنج ان هو يمسك الحجارة مش كل الحجارة لو مسكتها تعمل فيك حاجة دكتور سترينج مسك التايم ستون مجررهش حاجة يعني فيه الحجر اللي ممكن يبهدلك هو الحجر القوة اللي هو البربل بتاع جارديونزوف دا جالاكسي دا لعشان كده مسكوه كتير مع بعض ولو واحد بس مسكوه يموتو كلام زي دا ومش عارف الايتر يمكن بيخترقك حاجات زي كده لكن عشان كده كان في حاجة يعني ولكن الباقيين لا امسكهم ومش حيموتوك لو مسكتوهم يعني برضو دا بناعا على فاهمي للموضوع آآ ليه كابتن واريفل ما كانتش موجودة في البداية شرحنا الوراها مسئوليات عندها مشغوليات بتعمل اللي انت بتعمله دا في كل حت عملت الفيلم دا تلاتين مرة قبل كده يعني فبناعا عليه ما تنفعش تبقى موجودة معك من البداية وبرضو من الجيد ان احنا قلنا هي هي وجهة تانوس منها لنفسها وما قدرتش تتغلب عليه تانوس لما مسك حجر القوة وضربها فهي مش هي بقى سوبر دوبر جامدة جدا هي فوق البشر بكتير هي رونالدو بس مش مسي يعني عارفت تتحطم القسطول بالشب بتاعته بالكلام دا كله اللي بتقدرش تخلص الحرب الوحدة ازاي ايرن مان خد الستونز من ثانوس نانو تكنولوجي انا هو هو اللي صمم الجونتلت يا جماعة هو اللي صمم البتاع دا هو اللي صمم الجونتلت اللي كان عليه الستونز دا فبناءا عليه لو هو مصممه علما بان في لير نانو فوق الموضوع دا هو اللي مثبته وهو معا الشفرة بتاعتها او الطريقة بتاعتها اللي هو يهكها ويسحبها من على دا يحطها على جونتلت تاني حيعمل كده او على ادراعه او على اي امكان حيعمل كده دا برضو من الاسئلة اللي بتندرك تحت البند اللي تكلمنا فيه هل ليه شرح ليه شرح ليه مقدمهوش عشان مش مستهلة عشان ما عندناش وقت عشان انت ممكن تفهمها لوحدك وتنتقى وتتحرك لو انت متعاطف وممكن تتوقف عن دا وتعملها مشكلة لو انت عاوز تلاقي مشكلة وخلص واللي اتنين موجودين واللي اتنين متقابلين وما حبا يبنى ما عندش مشكلة مع حد يا السؤال اللي بعد كده ازاي نيبلة جابت ثانوس والجيش بتاعه نيبلة ما جابتش ثانوس والجيش بتاعه نيبلة جابت ثانوس في المركبة بتاعته بس وعملوا الاصولت الاول وعملوا الضربة الاولانية كل اللي جابتهم هي نيبلة الاديمة نيبلة الجديدة وجامورة وثانوس بالمركبة بتاعته بقيت الجيش بتاعه هو جابه بالطريقة بتاعته بقى اللي بيجيبها يا اما تليبورتو يا اما جم على طريق المحور عادي وسافروا عبر الكواكب وجم هي غالبا فيها تليبورتنج وفيها وورمهولنج وكلام زي ده بس هي ما جابتهمش كلهم هي عملت فيه بيم بارتكل واحدة جم دول من خلالها دمروا البتاع واقعدوا مستنيين الجيش وبعدنا الحرب بدأت وي بس دي كل حاجة خلاص النتيجة بتاعت السؤال المباشر هل لك يعيش لا اللي ماتوا ماتوا اه خلصنا على كتا واو احنا خلصنا الحلقة دخل على ساعة اتمنى انها اتعجبكو يا جماعة واتمنى انتو ما تزهقوش منها ما معتقدش ان في حاجة تستاهل ان احنا نحط الصور او بس ممكن تلاقوا اطعايا هنا ولا هنا بس في النص علشان ممكن يكون كلام مكرر ولا حاجة لما جيت ابص على الحلقة اي بقى اسئلة عندكم تاني اي حاجة تعاوزين نتناقش فيها لايف ان شاء الله حنعملها على فيسبوك مش مقدر اقرر اليوم دلوقتي بس تساعدوني نختاره مع بعض مش التلاتة ولا الاربعة عشان الخميس معرفش برضو ممكن يكون صعب يمكن الجمعة ايه رأيكم في الجمعة بالليل ممكن الجمعة الجاية بالليل يكون ناس كتير شافوا الحلقة داية وناس كتير شافوا الفيلم والخلاص نزعنا سطار الحرق عن الحياة ننضر نتكلم براحتنا ونقول اللي احنا عوزينه لو في اي تعليقات لو في اي تعقبات لو في اي مناقشات على اي نقطة من لانا قلتهم وارد جدا اكون غلطان في حاجات كتير من اللي انا قلتها وارد جدا انا ما بقولش ان انا جبت اللي تيها يعني وفي لينكات لكل حاجة اتكلمت عنها في تحت الف شكرا لتحباراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شغلوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وطابعوني على فيسبوك وتويتر وبي باي